تنفيذا للتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في التشجير بمختلف محافظات مملكة البحرين تفضل معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بغرس الشجرة رقم 160 ألفا في مدينة سلمان وذلك احتفاء بتحقيق خطة التشجير هدفها المعلن للعام الجاري 2023 وقال معاليه بهذه المناسبة التي حضر احتفاليتها عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين إن مواصلة خطة التشجير في تحقيق أهدافها للعام الثاني على التوالي يؤكد مضي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ التزاماتها الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول العام 2035 والوصول للحياد الصفري عام 2060 بما يسهم في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي وألفت معاليه إلى أن تحويل عملية التشجير إلى خطة تنفيذية على المستوى المحلي وربط مستهدفاتها بالجهود والمبادرات الدولية يبرهن على أن مملكة البحرين جزء فاعل من المنظومة الأممية التي تسعى مجتمعة إلى معالجة التحديات المناخية بشتى أنواعها وحيا معاليه سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة وجميع منتسبي الوزارة لا سيما القائمون على تنفيذ خطة التشجير شاكرا جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة وعرب معاليه عن تقديره كذلك لمنظمات المجتمع المدني ودورها الدعم لمبادرات خطة التشجير كما أثنى معاليه على الشراكة الفاعلة التي تترسخ يوما بعد يوم بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات بما في ذلك أعمال التشجير والحفاظ على التوازن البيئي وذلك من منطلق إيمان مؤسسات القطاع الخاص بمبدأ المسئولية الاجتماعية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته من جانبه أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن تحقيق الهدف السنوي لخطة التشجير يترجم حرص مملكة البحرين على تجسيد الأمن البيئي واقعا ملموسا على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة وتقدم سعادته كذلك بالشكر لكافة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من فريق البحرين ممن عملوا جنبا إلى جنب لتحقيق الهدف بعدها تفضل معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتكريم ممثلي الشركات والجهات الدائمة لخطة التشجير كما شارك معالي في غرص وري الشجرة الأخيرة التي يتم زراعتها ضمن مبادرات خطة التشجير للعام الجاري 2023 تحقيق الهدف للعام الثاني على التوالي يعكس جهود فريق البحرين من وزارات الدولة ومأسساتها بتجسيد الأمن البيئي والاحتمام به في ظل المسيرة التنموية الشاملة اللي سيدي حضرت صاحب الجلالة عاهل بلاد المعظم حفظ الله وراء هذا الهدف تم تحقيقه بفضل متابعة صاحب السمو الملكي وليل عهد رئيس مجزراء ومتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي ناب رئيس مجزراء مستمرين في تحقيق هذا الهدف تحقيق الالتزامات مملكة البحرين البيئية التي تم الإعلان عنها في متابعة كوب 26 وإن شاء الله بجهود فريق البحرين مستمرين في تحقيق هذا الهدف البيئية اليوم نجني ثمار ذلك ونحتفي مع بعض بهذا الإنجاز ونتطلع إن شاء الله إلى إنجازات مماثلة في السنوات القادمة حتى توفي مملكة البحرين التزاماتها تجاه مجابهة مشكلة تغير المناخ ونوصل إن شاء الله للحياد الصفري في السنة المعلن عنها اللي هي 2060 إذا الله كتب أهمية التنوع طبعا لا شك إن كل شجرة وكل نوع حي له قدرة على امتصاص معينة ولقدرة على امتداد معين ولقدرة على أن ينمو في مكان معين فمراءات التنوع تكون ضرورية الحين علينا مسؤولية إحنا كاجهات إن نحن نتابع كل غرس تم غرسه وأيضا لمتابعة الخطة المستقبلية للخطة الوطنية للتشجير اللي إن شاء الله الكل ربي بيبارك في جهوده وبتثمر بالخير اللي نتمنى أمانة إحنا اليوم في بنك البحرين الوطني ولا غيرها من المؤسسات دعم هذه المشاريع نسويها نحن اليوم نتكلم عن إبداع في طريقة الدعم نتكلم على دعم حسي ومعنوي ومادي قاعد يمنبثق مننا إحنا شخصيا يعني كأفراد ومن ثم كمؤسسات فلله الحمد هذه الثمر اللي قاعد نشوفه اليوم وبإذن الله سبحانه وتعالى نوعا نحن في بنك البحرين الوطني إننا بنواصل وبيكون فيه شيء أيضا أكثر وأكبر بإذن الله تعالى في المستقبل القريب طبعا هذا واجب وطني على قطة الدعم يعني مو أنك أنت ولائك إلى أرضك إلى القيادة الرشيدة لازم أنك أنت تكون تدعم وهذا طبعا البرنامج من ضمن اللي هو ولي العهد فلازم إحنا ندعم ونقف إياه في التغيير المناخي ترجمة نانسي قنقر